بسم الله سرير بروكريست ايه سرير بروكريست داوت مين بروكريست؟ بروكريست دا كان حداد وكان نطع الطرق وكان قاعد على الطريق بين اسينة والفاسنية اي حد كان معدي يروح مسكه ويروح حطه على سرير ويشوفه لو طلع الشخص دا اطول من سرير بتاعي السرير دا بتاعي انا يبقى السرير دا بقى صح مقصه مظبوط دا انا اللي عمله فيبقى الشخص دا هو الغلط يروح قطع الحتة الزيادة من الجسم الرجل داوت طب لو طلع الشخص اقصر من السرير لا يبقى الشخص دا غلط مقصر يروح مسكه ويروح رابطه ويقعد يشد فيه لحد ما يبقى الشخص دا نفس طول السرير وفضل على كده وعشرات الناس بدأت تموت ومفصلهم انكسرت جسمهم انكسروا لحد ما جسمهم يبقى قد السرير بتاعي لان السرير دا بتاعي انا وانا تعبت على ما عملته فلحد ما جاء واحد اسم سيس وقاتله وقال له تعالى نمع السرير شاف هو لقى اطول من السرير راح قطع راسه على اساس ان جسمه يبقى متناسب مع السرير دا للأسف هو مات بس للأسف الناس الناس كثيرة عندها نفس العودة دي بيبقى خارج من بيته وشال السرير على دماغه وليه رأي معين اي حد يختلف معايا في الرأي داوت يبقى متخلف عقليا وعميل لامريكا واسرائيل وروسيا وايران وقطر وامارات والاتحاد الافريكي والفيفا ومانشستر ستالوني وحاجات دا كده اكيد دا بيقبض من منهم ويقول لك ايه وشت جنسيا بحيس ان هو يقراك فيهم دا كنت انا باسمع التلفزيون وقالوا كده دا انا بعد خمس ساعت باسمع المزاعين بتاع التلفزيون بتوعنا وقالونا الحاجات دا ما قدره هم غلط تقدر رجل انت بتسمعه غلط تقدر الكتاب اللي انت قريته بش صح التاني ممكن يكون لي وجهة نظر تانية سواء اقعد اسمعه ولو سواء اكتناعت بها ما اكتناعتش بها دا رأيه الشخص ممكن يكون هو عنده الأدلة تمام عادي ممكن يكون هو مختلف معاكم ممكن بعد فترة تكتشف ان رأيه هو لصح وبعد فترة هو اكتشف ان رأيه كنته لصح فتتبدلوا مع بعض وانتو الاثنين بقت تعود التشجون مع بعض على قراءة انتو كنتوا شايفينها اكيد الواحد هو صغير كان ليه قراءة معينة لما كبر اخد قراءة تانية لما كبر اكتر شاف انه قراءة الاول ناكت هي اللي صح بعد شوية يعني بيحصل تجدد فالأراءة لان الانسان مش جامد عند رأيه فريد بلاش قولبة للاشخاص وبلاش قولبة للأفكار باش انت عندك فكرة معينة ان حاجة معينة هي اللي صح فاي رأيه تاني يجي من غير ما تشوف الادلة بتاعته من غير ما تناقش من غير ما تعمل لا تروح قاطع وشاتم وعامل وده غلط خلي زيني متفتح لان ممكن الرأيه التاني ده يكون صح ممكن ان معلومة انه عندي غلط ويعني اللي ما شاهد كان بيقول قولي الصواب يحتمل الخطأ او قولي غيري خطأ يحتمل الصواب وكان بيختلف مع التلميذ بتوعه وكان يروح للتلميذ بتوعه لما يحصل الخلاف ويقول له قلية التاسعة ان تجمعنا مئة مسألة فو مسألة اختلفة فيها ما ينفعش نفضل اصحاب رغم المسألة ديت يعني مئة مسألة باش عارفة جمعنا فنتمنى ان احنا نخلص من السجد ده لأبد ونبدأ ان نتقبل بعض في كل حاجة والسلام عليكم